هذه الحرب خلتني كتير يعني أفجد حاجات حلوة يعني اليهود أخدوا بابا يعني أنا هلجت اليهود حرميني من بابا في هذه الحرب طب لاش أنا بدي أبويا اشتجت لحضن بابا بعدين الدافع بأتمنى إنه بابا يرجع لي وإنه نرجع لحياتنا الطبيعية وبأتمنى إنه نجعد ونزرع أنا وبابا نرجع للزراعة ونروح على المدرسة ونتعلم أنا ومعلماتها كل الدول العربية أطفالهم بيدرسوا بروحوا على المدارس وبتعلموا في الشلق إحنا طب إحنا كيف بنا نكبر هلجت كيف بنا نكبر ونصير يعني كبار كاف وإحنا مش متعلمين إحنا لازم نتعلم وندرس عشان لما نكبر نبقى شطريا ترجمة نانسي قنقر